بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي أول تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم اللي هو إثراءات ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة الاستقبال الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة مهام وصفات موظف الاستقبال قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولاً أجهز كتابي وقلمي ثانياً أستمع لشرح المعلمة ثالثاً أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي نرى الآن ستار أحمر ماذا يوجد خلف هذا الستار لنرى الآن ماذا يوجد خلف هذا الستار نرى الآن نرى اللي هو استراتيجية اللي هي تركيب البصل لدي الآن مجموعة من الصور سوف نقوم بتركيبها لنستكشف ما هو درسنا لهذا اليوم أرى هنا صورة وأرى أيضاً هنا صورة وهنا صورة وهنا صورة جميعها مباثرة سوف نحاول أن نقوم بتركيبها بالطريقة الصحيحة نرى الآن سوف أقوم بتركيبها واخبروني هل هي صحيحة طريقة تركيب أو لا نرى الآن سوف أضع هذه الصورة هنا سوف أضع الصورة الأخرى فوقها سوف أضع الصورة الثالثة هنا وسأضع الصورة الرابعة هنا أصبح لديه ماذا؟ اللي هو أخذناه سابقاً اللي هو موظف الاستقبال موظف ماذا؟ موظف الاستقبال طيب طلابي نرى الآن أيضاً خلف هذا الستار من هو موظف الاستقبال؟ من هو موظف الاستقبال؟ ذكرنا أنه موظف عادة ما يتم تنفيذ عمل أين؟ في منطقة الانتظار إذن من أرى في الصورة هنا؟ اللي هو موظف الاستقبال وذكرنا أنه موظف عادة يتم عمل أين؟ في منطقة الانتظار طيب طلابي أين ممكن أن يعمل موظف الاستقبال؟ أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن هنا في الصورة ماذا أرى هنا؟ أرى حقيبة وأرى أيضاً موظف استقبال إذن أول مكان لدينا من أماكن عمل موظف الاستقبال يعمل في الفنادق أين يعمل؟ يعمل في الفنادق مرة أخرى خلف المعلمة في الفنادق يعمل من؟ اللي هو موظف الاستقبال طيب طلابي أيضاً من أماكن عمل موظف الاستقبال أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن هنا في الصورة أرى مبنى متعدد الطوابق وأرى أيضاً موظفة استقبال إذن ثاني مكان لدينا اللي هو الشركات إذن من أماكن عمل أيضاً موظف الاستقبال أين؟ الشركات مرة أخرى خلف المعلمة أين ممكن أن يعمل؟ فيه؟ الشركات أحسنتم أيضاً طلابي وطالباتي من أماكن عمل موظف الاستقبال ها أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن في الصورة أرى نقود وأرى أيضاً هنا موظفة استقبال إذن ثالث مكان لدينا أين توجد النقود؟ في البنوك إذن من أماكن عمل موظف الاستقبال أين ممكن أيضاً أن يعمل؟ في البنوك مرة أخرى خلف المعلمة أين ممكن أن يعمل؟ في البنوك أحسنتم طيب أيضاً طلابي وطالباتي من أماكن عمل موظف الاستقبال أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن في الصورة ماذا أرى هنا؟ ها أرى طائرة وأرى أيضاً اللي هي موظفة استقبال إذن المكان هنا ماذا؟ اللي هو رابع مكان لدينا اللي هو المطارات مرة أخرى خلف المعلمة أين ممكن أن يعمل موظف الاستقبال؟ ها المطارات أحسنتم طلابي وطالباتي إذن ذكرنا من أماكن عمل موظف الاستقبال أين؟ شركات فنادق بنوك وأيضاً فنادق طيب طلابي لدينا الآن تمرين سوف نقوم بحل مع المعلمة يقول من أماكن عمل موظف الاستقبال أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن في الصورة في الفنادق أو البنوك في إجابة خاطئة هنا ها طلابي أم كلاهما صحيحة؟ أحسنتم كل الإجابتان صحيحة اللي هي في الفنادق وأيضاً في البنوك طيب طلابي لدينا السؤال الثاني يقول من أماكن عمل موظف الاستقبال أين ممكن أن يعمل؟ نرى الآن في الصورة في المطارات أو في الشركات هم؟ في إجابة خاطئة هنا؟ أم كلاهما صحيحة؟ ها طلابي أحسنتم كل الإجابتان صحيحة إذن في المطارات إجابة صحيحة وأيضاً في الشركات إجابة صحيحة طيب طلابي نرى الآن ما هي صفات موظف الاستقبال؟ ها ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها موظف الاستقبال؟ أول صفة لدينا أن يكون صبور أن يكون ماذا؟ أن يكون صبور يكون صبور على من؟ اللي هو على الموظفين وأيضاً على أسئلة الموظفين وأيضاً على أسئلة الزائرين طيب أيضاً طلابي وطالباتي من صفات موظف الاستقبال نرى الآن في الصورة ماذا أرى؟ شخص ماذا؟ شخص ماذا؟ غاضب أم مبتسم؟ مبتسم أحسنتم إذن من صفات موظف الاستقبال اللي هي الابتسامة وأن يكون مبتسم للزائرين وأيضاً للعملاء وأيضاً للموظفين إذن من صفات موظف الاستقبال ذكرنا أن يكون صبور وأيضاً أن يكون ماذا؟ أن يكون مبتسم أيضاً طلابي وطالباتي من صفات موظف الاستقبال أن تكون ملابس ماذا؟ تكون مرتبة وأنيقة وملائمة لمكان العمل إذن من صفات موظف الاستقبال أن تكون ملابس ماذا؟ تكون مرتبة ونظيفة وأيضا ملائمة لمكان العمل أيضا طلابي وطالباتي من صفات موظف الاستقبال نرى الآن في الصورة اللي هو أن يكون لديه مهارة حل المشكلة تحل المشكلات مع من؟ اللي هو مع العملاء وأيضا مع الزائرين وأيضا مع الموظفين إذن من صفاته أن تكون لديه مهارة ماذا؟ مهارة حل المشكلات طيب طلابي نرى الآن مع المعلمة تمرين يقول من صفات موظف الاستقبال أن يكون مبتسم أو أن يكون غاضب يكون مبتسم أم غاضب؟ ماذا ذكرت المعلمة؟ أحسنتم من صفاته أن يكون مبتسم أيضا طلابي لدينا التمرين الآخر يقول من صفات موظف الاستقبال أن تكون ملابسة أنيقة ونظيفة ومرتبة أو أن تكون ملابسة متسخة؟ ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ نرى الآن أحسنتم أن تكون ملابسة نظيفة وأنيقة ومرتبة ومناسبة لمكان العمل أيضا نرى الآن التمرين الآخر يقول ها من صفات موظف الاستقبال ماذا ذكرت المعلمة قبل قليل؟ أن يكون صبور أو أن يكون منفعل وغاضب؟ ها أن يكون صبور أو يكون منفعل وغاضب؟ ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم أن يكون صبور من صفات من؟ موظف الاستقبال أيضا طلابي لدينا هنا التمرين يقول من صفات موظف الاستقبال أن يكون مبتسم أو أن يكون غاضب أو أن يكون ملابسة أنيقة لدي هنا إجابتان صحيحة ها طلابي أين الإجابتان الصحيحة؟ نفكر أحسنتم أن يكون مبتسم وأيضا أن تكون ملابسة أنيقة طيب طلابي نرى الآن أيضا هذا التمرين يقول من صفات موظف الاستقبال لدينا هنا أيضا إجابتان صحيحة الإجابة الأولى تقول أن يكون صبور أو أن يكون متسخ أو أن تكون ملابسة أنيقة ها طلابي لدينا إجابتان صحيحة نفكر أحسنتم أن يكون صبور وأيضا أن تكون ملابسة أنيقة من صفات موظف الاستقبال طيب طلابي نرى الآن أيضا هذا التمرين ها ماذا ذكرنا قبل قليل؟ من أماكن عمل موظف الاستقبال في المطارات أو على الطريق ها ماذا ذكرت المعلمة؟ أين يعمل موظف الاستقبال؟ أحسنتم لدي هنا في المطارات هي الإجابة الصحيحة طيب أيضا طلابي من أماكن عمل موظف الاستقبال نرى هنا الإجابة تقول على الطريق أو في البنك أحسنتم لدي هنا اللي هي الإجابة الصحيحة اللي هي في البنك طيب طلابي يلا لدينا هنا اللي هو التمرين قبل الأخير يقول أين هو موظف الاستقبال؟ ها طلابي هذا هو موظف الاستقبال؟ أم هذا الذي يسكب القهوة؟ ها طلابي أين هو موظف الاستقبال؟ أحسنتم لدي هنا اللي هو موظف الاستقبال ذكرنا أن موظف الاستقبال أين يعمل؟ يعمل في الفنادق، في الشركات، في المستشفيات وأيضا أين يعمل؟ في منطقة الانتظار إذن طلابي وطالباتي اليوم راجعنا اللي هي مهنة موظف الاستقبال تعرفنا على موظف الاستقبال وأيضا صفات موظف الاستقبال انتهى درسنا لهذا اليوم أراكم بإذن الله في الدروس القادمة مع السلامة